الجدل حول عسكرة الدولة يعود إلى الواجهة من جديد بعد أن خفت ولو لفترة قصيرة فبعد تعبير قيادات من مصرة قبل يومين في اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عن رفضهم لفكرة عسكرة الدولة وتطلعهم إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة يعود السراج اليوم ليؤكد استحالة القبول بعسكرة الدولة عبر القفز على المسار الديمقراطي والمجالس البلدية التي أتت بإرادة الشعب الليبي عبر صناديق الاقتراع السراج أغضح في كلمته في اجتماع الرابطة الوطنية للمجالس البلدية أن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثنيه عن المضي قدما في هذا المسار مضيفا أن الترتيبات الأمنية تمثل فرصة لبناء مؤسسات أمنية عسكرية موحدة تحت سلطة مدنية تعمل بعقيدة الولاء للوطن والمحافظة على سيادته واستقراره وفق قوله على الأرض تبدو تخاوفات السراج وأتراف سياسية أخرى من عسكرة الدولة مبررة خصوصا مع استبدال حفتر في السابق لعمداء بلديات منتخبين بعمداء عسكريين معينين من قبله هذا فضلا عن استمرار قوته في عمليات التمدد التي كان آخرها السيطرة على مواقع استراتيجية في مدينة سبهة التي كانت تحت سيطرة قوى يغلب عليها الطابع القبلي وأمام التحذيرات المستمرة من عسكرة الدولة تبرز تساؤلات حول خيارة السراج في مواجهة مشروع حفتر الذي أكد أكثر من مرة رفضه الخضوع للمجلس الرئاسي أو لأي من الأجسام القائمة في مكتف الرئاسي بعد ثلاث سنوات من دخوله ترابلوس بتعين أمراء للمناطق العسكرية في الغرب الليبي دون أن ينجح في تكوين مؤسسة عسكرية وأمنية في المنطقة استطاع حفتر في المقابل استقطاب قوات للعمل تحت إمرته في المنطقتين الشرقية والجنوبية ليزيد من تقليص المساحة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق ترجمة نانسي قنقر